من جهاته أكد سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا على أن المملكة حرست ومنذ اليوم الأول على تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على كافة المستجدات الخاصة بفيروس كورونا وهو ما جعل من وزارة الصحة مصدرا موثوقا للجميع لاستقاء المعلومات والإحصائيات حول ما يتعلق بمسارة التعامل مع الفيروس أكملت مملكة البحرين تطعيم مليون شخص بمختلف التطعيمات التي تم تجازتها بما يعادل 70% من إجمال عدد السكان ومن المؤهلين تقريبا 89% و99% من المسجلين لأخذ التطعيم وفرت مملكة البحرين أكثر من 4.5 مليون جرعة من مختلف أنواع التطعيمات كافة لتغطية متطلبات هذا العام والعام القادم بإذن الله إلى جانب الجرعات المنشطة تم تدشين مركزين إضافيين الفحص للمركبات ليصل المجموع إلى ثلاث مراكز موزعة في مختلف مناطق البحرين تجاوزت عدد الفحوصات المختبرية التي أجرتها مملكة البحرين في إطار جهودها للتصدي الفيروس ما يزيد على خمس ملايين لتحتل بذلك مراتب متقدمة بنسبة الفحوصات لكل ألف شخص مجموع هذه الفحوصات يبلغ ثلاثة أضعاف ونصف تعداد سكام مملكة البحرين وهو تأكيد على الحرص على الوصول للحالات القائمة بشكل مبكر وبالتالي سرعة علاجها وتعافيها وبفضل من الله خلال فترة وجيزة تم خفض نسبة الحالات القائمة بعد أن تجاوزت الثلاث تلاف حالة في اليوم أو آخر شهر مايو إلى أقل من مائة حالة في خلال شهر يوليو كل هذه علاقة وإنجازات أخرى لا يسوعنا الوقت للتطرق لها جاءت نتيجة عمل دؤوب متواصل لفريق البحرين كلا في موقعه ترجمة نانسي قنقر